ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الاجتماع الأولى للعام 2023 لمجلس أمني أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في تشكيله الجديد وطلع سموه ولي عهد الفجيرة على البرامج الدراسية التي تعمل عليها الأكاديمية خلال العام الحالي وخططها المستقبلية وما حققته من إنجازات وأنشطة محلية وعالمية في مجال الفنون التي تقدمها لمنتسبها والمهتمين بها وشدد سموه على أهمية تطوير برامج الفنون الجميلة والموسيقى وتوظيف المعطيات المحلية والموروث الثقافي العربي الغني وتقدمه إلى العالم وتجسيده عبر الفنون بأنواعها